موسيقى 2 كيلو إلى الجنوب يوجد أكبر مدينة طبية في مدينة اسطنبول 2 كيلو إلى الشمال في أكبر جامعة خاصة في مدينة اسطنبول جامعة ابن خلدون أيضا المشروع مطل على أكبر حديقة نباتات في مدينة اسطنبول بمساحة 360 ألف متر مربع بالإضافة أن المشروع قريب من ميدان باشك شهير يعتبر أكبر ميدان في مدينة اسطنبول أيضا المشروع متواجد فيه أستاد باشك شهير بالإضافة أن المشروع قريب من المطار بمسافة 16 كيلو متر فقط تخدم المنطقة 6 محطات مترو 5 منها قيد الإنشاء ومحطة تعمل التي هي محطة مترو كنت تعالوا معنا نشوف الشقة النموذجية المشروع بروج العقارية جمال الدار وأمان الاستثمار وصلنا معاكم إلى الشقة النموذجية للمشروع طبعا نحن الآن في شقة غرفتين وصالة تأتي بأنماط مختلفة في المشروع من 99 متر إلى 122 متر زي ما أنتم شايفين أول ما دخلنا للمشروع يوجد خزانة التخزين أو تعليق الملابس على يدنا اليسار موجود جهاز التحكم الانترفون على يدنا اليسار موجود الصالون أو غرفة الجلوس زي ما أنتم شايفين المساحة جدا كبيرة تقريبا مساحة 6 متر أو 6.5 متر في 4 متر المساحة تعطينا فرصة أن نستطيع نغير الدكار بالطريقة التي نحبها بالإضافة أن يوجد جهاز التكيف راكب ننتقل بعد ذلك إلى المطبخ طبعا باب المطبخ بنظام السحاب بأساس يعطينا مساحة أكبر المطبخ مساحته جيدة يفتح على البلكونة زي ما أنتم شايفين طبعا الدوليب تسلم بنفس الدكور بالإضافة إلى الشفاط والغاز والفرن بعد ذلك راح ننتقل إلى الممر التابع للشقة على يدنا اليمين موجود دورة المياه الأولى طبعا الدكورات زي ما أنتم شايفين جدا راقية وجميلة يوجد على يدنا اليسار أول غرفة طبعا الغرفة مساحتها جدا ممتازة تقريبا أربعة في ثلاثة نقدر نستغلها في أكثر من سرير بالإضافة إلى غرفة للغسيل نقدر نحط هنا غسالة الملابس بالإضافة إلى دولاب للتصفيد بعد ذلك عندنا الغرفة الأخيرة اللي هي غرفة الماستر طبعا الغرفة أيضا يوجد فيها حمام خاص زي ما أنتم شايفين الحمام جدا ممتاز دكورات المستخدمة أو السراميك والألوان جدا متناسقة بالإضافة أنه يوجد أيضا مكيف خاص للغرفة الغرفة مساحتها جدا جميلة ومعقولة هذا كل شيء بالنسبة للشقاء التابعة للمشروع في نهاية الفيديو أتمنى أن المشروع يكون نال على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة المقطع مع الأهل والأحبة جميع التفاصيل والأسعار موجودة في صندوق الغس أسفل الفيديو دمتم بود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته برج العقارية جمال الدار وأمان الاستثمار اشتركوا في القناة